اشتركوا في القناة اذكركم بوجوب التنبه الى ورقة التعليمات الموجودة في صدر الورقة الامتحانية فقراءة هذه التعليمات مفيدة جدا للاجابة عن الاسئلة والتي سوف نواجهكم اليها من خلال عرض الاسئلة التالية نبدأ معا باستعراض الورقة الامتحانية يبدأ الامتحان بسؤال التعبير ونبدأ بالتعبير الوظيفي يقول مثلا اكتب فيما لا يزيد على عشرة اسطر ولا يقل عن ثمانية اسطر رسالة الى رجال الاعمال الوطنيين تطالبهم فيها بذرة العمل على المساهمة في دعم الاقتصاد المصري بالطبع دون ذكر اسماء او عنوين وهذا السؤال اكباري لاحظوا ما اعزاء الطلب والطالبات الكتابة في حدود من عشرة اسطر الى ثمانية اسطر فقط ننتقل الى سؤال التعبير الابداعي وهو اكتب في موضوع واحد فقط من الموضوعين الف او باء نكتب في واحد فقط اعزاء الطلب والطالبات فيما لا يزيد على ست فقرات متضمنة خمسة وعشرين سطرا مراعيا مهارة الكتابة التي درستها اعزاء الطلب والطالبات ارجو منكم العناية برأس الموضوع الموضوع الاول يقول البطولة ان تحيا على مثال صالح شريف ترضاه وان تحيا ولك شروط على الحياة لا ان تحيا وللحياة شروط عليك يمليها عليك الهوى والجشع والمجذوب سؤال اخر بالمحافظة على العمل وزيارة الانتاج وتنمية القوى البشرية واستغلال اقصى الموارد المادية نستطيع ان نجد لنا مكانا بين الامم في عالمنا المعاصر اعزاء الطلب والطالبات في سؤال التعبير فكر الموضوع اي العناصر انت غير مطالب بها هي تعتبر مسودة بالنسبة لك وترك هذه العناصر لا يؤثر في درجة تقدير السؤال ننتقل السؤال التالي سؤال في البلاغة شعوب بعصر النور يفتك بعضها ببعض كما يعد على الحمل الزئب اذا قلص الليث الغزالة صاغبا فما عذر شعب بات يقنسه شعب ظروب الضعاف العاجزين كثيرة وما لقوي اذ تحاسبه ذنب كأن ليس بين العاجزين شرائع ولا خلفهم بعص ولا فوقهم رب ما الفكرة التي تناولها الشاعر في هذه الابيات وما اثر عاطفته في اختياره للالفاظ سؤال بلاغة اذاته والطالبات مكون من ثلاثة اسئلة هذا هو السؤال الاول والاجابة تكون على نحو التاري تناول الشاعر فكرة اعتداء الشعوب على بعضها البعض كأنهم الذئاب المفترسة دون مراعاة لحق الانسانية بينهم فاذا بالقوي يستبيح الضعيف دون مراعاة لشرائع او ادراك ليوم بعث فيه يحاسب الله سبحانه العباد على ما اقترفوه من ذنوب ولقد جاءت عاطفة الشاعر معبلة عن الحزن والحصلة والألم لاعتداء بعض الشعوب على بعضها البعض بوحشية بالغة مع عدم ادراكهم للبعث والحساب ولقد جاءت الفاظ الشاعر نابعة من هذه العاطفة ومنها يفتكوا يعدوا الذئب قنصة يقنصوا ذنوب العاجزين ولا خلفهم ولا فوقهم وضح الخيال في قول الشاعر يفتكوا بعضها ببعض كما يعدوا على الحمل الذئب وبين قيبته الفنية الخيال تشبيه تمثيلي حيث شبه الشاعر اعتداء الشعوب على بعضها البعض باعتداء الذئب على الحمل الوديع وهو يوحي بشراسة هذه الشعوب في اعتدائها على بعضها البعض ما قيمة قول الشاعر ولا فوقهم ربه بعد قوله ولا خلفهم بعث القيمة هنا هي التأكيد على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث العباد للحساب على ما قدموه في دنياه ننتقل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب نكسي نفسي مرقل وقلبي شراع بهما في الدموع سيري وارسي سؤال النصوص مكون من أربعة أسئلة نبدأ باللغويات معنى مولعا محترقا مغرما متواهجا مشتائلا نعم أعزائي الطلب والطالبات الإجابة هنا هي مغرما أعزائي الطلب والطالبات في مثل هذا السؤال الذي فيه اختيار من متعدد ينبغي أن نراعي ما يلي هناك أربعة دوائر كل دائرة لا نقوم بتظليل أي دائرة إلا التي نظن أنها الإجابة الصحيحة فقط فإذا أجبت عن دائرة وكانت الإجابة خطأ وقمت بشط بها ثم أجبت إجابة صحيحة تعطم الإجابة صحيحة إذا كانت الدائرة المظلرة وقمت بشط بها وكانت صحيحة ثم ظللت دائرة الأخرى خطأ فالإجابة خطأ إذا ظللت أكثر من دائرة دون شط إحدهما فالإجابة خطأ حتى وإن كانت إحداهما صحيحة فنبغي أن نتأكد جيدا قبل تظليل الدائرة مضاد خبيث مضاد خبيث صريح عطوف طيب واضح نعم نظل الأدئرة الخاصة بكلمة طيب ناقل الشاعر السفينة في هذه الأبيات كي تنقله إلى مصر عبر عن ذلك بأسلوبك هذا سؤال خاص بالشرح نقول يخاطب الشاعر السفينة ويستدر عطفها ويتعجب من بخل البحر عليه بعدم إتاحة الفرصة له كي يعود إلى وطنه مصرا على بقائه منفيا بعيدا عن وطنه مستنكرا كيف تحرم الأوطان على أبنائها مع إباحتها لغيرهم من المستعملين وأعوانهم تماما كما يباح الدوح للطيور الغريبة من كل نوع ويحرم على بلابله التي تعيش فيه ثم يصل إلى حكمة مفادها أن أهل الدار أحق بها وكل وطن أحق به أهله ولا يقول بغير ذلك إلا أصحاب الأراء الفاسلة الخبيثة مشيرا بذلك إلى الاستعمار الذي استحل سكن ديار غيره ونفى أهل الديار منها ثم يتج إلى السفينة التي هي رمز العودة إلى الوطن محددا لها كل الوسائل المتاحة التي تمكنها من العودة سريعا إلى أرض الوطن أجب عن ألف أو باء وضح أصول خيالية ونوعها في قول الشاعر ابنة الياب باء حدد نوع الأسلوب الإنشائي وغرضه البلاغي في قول الشاعر أحرام على بلابيله الدوحو أعزاء الطلب والطالبات سوف نجيب عن سؤال واحد فقط من السؤالين وهناك منحظة مهمة جدا الإجابة الأولى فقط في إجابتك عن واحد من هذه السؤالين هي التي ستقدر مثلا إذا أدبت عن أصول خيالية ابنة اليمن هي كناية إذا قلت أن أستعرنا مقنية أو مجالس بورسن ثم أعدلت الإجابة إلى كناية الإجابة خطأ فينبغي التماهل عند الإجابة الصورة كناية عن السفينة ننتقل أعزاء الطلب والطالبات إلى نص آخر من نص من أنت يا نفسي اقرأ ثم أجب يقول الشاعر إن رأيت الريحة تذري الثلجة عن روس الجبال أو سمعت الريحة تعوي في الدجا بين التلال تسكن الريح وتبقي باشتياق صاغية وأناديك ولكن أنت عني قاسية في محيط لا أراه هل من الريح ولدتي نبدأ بسؤال يقول نوع الصورة في قول الشاعر الريحة تعوي هي تشبيه استعارة مكنية كناية إصاعة صلحية بالطبع هي استعارة مكنية نظلل الدائرة الخاصة باستعارة مكنية أن يستفهم في قول الشاعر هل من الريح ولدتي غرضه إظهار التعجب التقرير الحيرة النفي نعم إظهار الحيرة هناك علاقة قوية بين نفس الشاعر والريح وضح ذلك هذا سؤال خاص بالشرح نقول صور الشاعر في هذا المقطع الريح تهبه بوبا عنيفا على قمم الجبال وبين التلال فتعصه في الحالة الأولى بما تجمد من سلوج فوق القمم وتحولها إلى ذرات طائرة في الفضاء وتبدو محاصرة في الحالة الثانية فيبدو صوتها مخيفا كعواء الذئاب فهي تزغي إلى حركة الريح وحين يناديها الشاعر تبتعد عنه ولا يراها لأنها زابت مع الريح واتحدت بها أجب عن ألف أو باء ما الذي يحيي به الفاعل تعوي في موضعي باء في قول الشاعر أنت عني قاسية أسلوب قصر حدد طريقته وفائلته ألف يحيي الفاعل تعوي بالخوف والفزع ننتقل إلى نص آخر أعزائي الطلب والطالبات من نص التكافل الاجتماعي في الإسلام اقرأ ثم ما أجب بطبع كما ترون أعزائي الطلب والطالبات ثلاثة نصوص إجبارية والأسئلة الاخترية داخل النص تقول الفقرة كأنما اختار الله لكفاح الفقر أشح البلاد طبيعة وأشد الأمم فقرا ليسرعه في أمنع حصوره وأوسع ميادينه فإن الفقرة إذا انهزم في قفار الحجاز كانت هزيمته في ريف مصر وسواد العراق أسرع وأسهل ثم اختار الله رسوله فقيرا ليكون أظهر لقوته كما اختاره أميا ليكون أبلغ لحجته هات معنى كفاح نقول مقاومة هذا السؤال أسئلة مباشرة هات مقابل أظهر أخفى نعم هات مفرد قفار قفر عرض الكاتب أعزائي الطلب والطلبات في هذه الفقرة سبب اختيار مكان كفاح الفقر أعرض ذلك بأسلوبك مبينا صفات الرسول الكريم المكلف بكفاحه هذا سؤال خاص بالشرح نقول يبيد الكاتب في هذه الفقرة سبب اختيار الله سبحانه وتعالى لمنطقة الحجاز لنزول الرسالة ولكفاح الفقر لأنها أشد البلاد جفافا وقعتا وإذا انهزم الفقر فيها كانت هزيمته أيسر وأسهل في مصر والعراق وقد اخترى الله سبحانه وتعالى رسوله فقيرا لعظيم قدرته إذ ينصره هو فقير ضعيف على أعدائه ويعالج به أمراض البشرية كلها ليكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى وحتى لا يطعن أحد في كلمة الله وحجته فيزع مزاعم أنها من تأريف الرسول صلى الله عليه وسلم فاختره الله أميا لا يقرأ ولا يكتب ليرد هذا الطعن وليكون أبلغ لحجته فتصل إلى الناس وتبلغ أقولهم دون تردد أو شك في أنها من عند الله تعالى وضح الصورة الخالية ونوعها في قول الكاتب يسرعه في أمناء حصونه لاحظوا ما إذا تنبوا الطالبات في مثل هذه الأسئلة المقالية الإجابة الأولى فقط هي التي ستقبل من الطالب عند تقدير الدرجة نقول هي استعارة مكنية حيث شبه الكاتب الفقر بعدو يسرع ولا تسد على ذلك إطلاقا وضح المحسن البديعي وسر جماله في قول الكاتب أشح البلاد طبيعة وأشد الأمم فقرا المحسن البديعي ازدواج أنت غير مطالب بغير ذلك وسر جماله أنه يعطي جرسا موسيقيا ترتح له الأذن وتطرب له النفس ما علاقة قول الكاتب ليكون أبلغ لحجته بما قبل نقول تعليل أجب عن ألف أو باء يمثل هذا النص اتجاه المحافظين في النصر فما أهم سمات أصحاب هذا الاتجاه باء هات من النص ما يوافق المعنى التالي هذا النص في الفقرة الأخيرة حفظ فمن الممكن أن يسأل عنها الممتحد يقول المعنى عالج الإسلام الفقرة من غير طريق الزكاة وذلك بكسر حدة الشهوة وتحجيم الطموح والطمع فحبب في الزهد والتعفف كما اتفقنا سنجيب عن سؤال واحد أهم السمات أصحاب هذا الاتجاه المحافظة على سلامة الأداء وقوة إحياء التراث التأثر بأساليب القدماء تمجيد الماضي والتغني به ننتقل أعزائي التربة والطالبات إلى سؤال النعم ولمدة من قراءة الفقرة قراءة جيدة واعية حتى نفهمها جيدا وفي أسئلة الإعراب ينبغي أن لا نتوقف عند الكلمة المراد إعرابها وإنما نأتي بالجملة من بدايتها وفي الاستخراج أيضا لا بد من استعادة القواعد التي تمت دراستها قبل الاستخراج ونساعدها في أذهاننا حتى يمكننا أن نستقرق استخراجا تاما هذا بالإضافة إلى أسئلة التطبيق النحو يتكون من اثنتين عشرة نقطة أربعة الإعراب أربعة للإستخراج وأربعة للتطبيق هيا بنا أعزائي التربة والطالبات نتعرف على سؤال النحو تقول الفقرة يجب أن نعمل كثيرا بجد وإخلاص كي نبدي المستقبل مستقبل الشعب ومستقبل الوطن ولا بد أن يقوم ذلك على تجارب علمية وأسس سليمة تحقق الهدف المرجو وهو التقدم لأبناء الوطن حتى يأيشوا جميعا في سعادة وسلام وصفاء فنعم هدفا العمل لتقدم الوطن وما أعظم العلماء العاملين على رفعته وسعادته لأنهم يمثلون الأمل في غده المشرق نبدأ بالكلمة الأولى كلمة تجارب نعم كلمة تجارب هنا أعزائي الطلبة والطالبات هي اسم مجرور بعلا وعلامة الدر الفتحة لماذا؟ لأن كلمة تجارب مبنوعة من الصرف نجد أيضا كلمة التقدم وهو التقدم نعم التقدم هنا خبر مرفوع وعلامة رفع الدم الظاهرة نجد بعد ذلك كلمة يعيشوا حتى يعيشوا نعم يعيشوا هنا فعل مضارئ منصوب بحتى وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة نجد كلمة العلماء في قولنا ما أعظم العلماء العاملين نعم العلماء هنا مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة اساكمنا الفقرة اسما لنا النفية للجنس واعرفه اسم لا النفية للجنس كلمة بد في قولنا ولا بد أن يقوم ذلك على تجارب إعرابه كلمة بد اسم لا نفية للجنس مبني على الفتح في محل نصب لأنه مفرد استخدم الفقرة مصدرين أحدهما لفعل رباعي والآخر لفعل خماسي مصدر الفعل رباعي إخلاص الفعل أخلاصا مصدر الفعل خماسي التقدم لأن الفعل الماضي تقدم فعل خماسي استخدمنا الفقرة نائبا عن المفؤول المطلق وبين نوعه النفية عن المطلق كلمة كثيرا في قولنا يجب أن نعمل كثيرا بجد وإخلاص وكذلك نقول يجب أن نعمل عملا كثيرا وكثيرا هنا صفته استخدمنا الفقرة خبرا لحرف الناسخ وبين محله الإعرابي الخبر هو يمثلون الأمل في غده المشرق في قولنا لأنهم لأنهم يمثلون الأمل في غده المشرق وبالطبع محله الإعرابي في محل رفع خبر أن المصريون سعداء بسعيه بنحو المجد أدخي على الجملة فعلا من أفعال الشروع وغير ما يلزم أفعال الشروع مثلا الفعل بدأ أو الفعل أخذ أو الفعل جعل أو الفعل شرع نبدأ مثلا فنقول بدأ المصريون اسم بدأ ورفوع يسعدون بسعيهم نحو المجد راحظوا مع عزاة البطالبات القبر لم يأتي مقترنا بأن المخلصون يصيبهم الله على أعمالهم اجعل الفعل مبنيا للمجهول وغير ما يلزم وحدد نائب الفعل نقول هنا عند البناء المجهول يثاب المخلصون على أعمالهم وبالطبع نائب الفعل كلمة المخلصون الذي يريد الاستفادة من العلم سيحسن استخدامه ضع مكان اسم موصول كلمة الذي أداة شرط جازمة مناسبة وغير ما يلزم هنا نقول من يريد الاستفادة لاحظوا معي مكان الذي جاء أداة الشرط من يريد الاستفادة من العلم فسيحسن لاحظوا معي اقتراع جواب الشرط بالفا لأنها جملة فعلية مسبوقة بالسين ما المادة الأصلية التي تكشف بها في معجمك عن معنى كلمة السامية بالطبع نعم نكشفها كلمة السامية في مادة ساما أي السين والميم والوا ننتقل لأزايا التربة والطالبات إلى القراءة ويأتي درسان لكل درس أربع نقاط نبدأ بدرس الأول من موضوع نصيب العرب من حرارة العالم اقرأ ثم أجل أصح اعتبار نلوحظه في النظر إلى نصيب العرب من حرارة العالم هو هذا الاعتبار الذي يعود بنا إلى الأصول العريقة منذ أقدم العهول التاريخية ناتي لكلمة اعتبار كلمة اعتبار هنا من الممكن أن يسأل مبتحن عنها فيقول هل معنى اعتبار فرط أو تقدير أو ضرورة أو الأولى والثانية بالطبع الأولى والثانية كلمة العريقة إذا سأل عن المضاد مثلا يقول هل البخيلة هل الحديثة هل الضعيفة هل الفانية بالطبع سوف نظل للأدئرة الخاصة بكلمة الحديثة على أي اعتبار يتسع أمامنا أثر العربي في حضارة العالم نقول يتسع أمامنا أثر العربي في حضارة العالم غاية سعي المشروع على الاعتبار الذي يعود بنا إلى الأصول العريقة منذ أقدم العهود التاريخية أجيب عن ألف أو باء ما الدليل على أن أيام الأسبوع من وحي حضارة العرب باء ما أثر الأدب العربي على الأدب الأوروبي الدليل الدليل على ذلك أي الدليل على أن أيام الأسبوع من وحي حضارة العرب أنه منذ أكثر أو منذ أربعين قرنا أو تزيد قسمت حضارة العرب الأيام إلى أسابيع وقسمت الأسبوع الواحد على مطالع الكواكب من الشمس إلى الزهرة إلى الكوكب السابع زحل أرفع الكواكب في المدار ننتقل إلى موضوع آخر أعزائيات المطالبات من موضوع قيم إنسانية اقرأ ثم أجب تقول فقرة وقد مدى الإسلام يعتد محلية الإنسان وكرامته وحقوق الإنسانية إلى أقصى الحدود وقد جاء والاسترقاق راسق متأصل في جميع الأمم فدعى إلى تحليل العبيد وتقليصهم من ظل الرق ورغب في ذلك ترغيبا واسعا تعكس الفقرة السابقة معالجة الإسلام لقضية لا تزال ملامحها قائمة حتى الآن وهي قضية الاستنساخ التفرقة العنصرية حقوق المرأة العولمة بالطبع التفرقة العنصرية نظل الدائرة الخاصة بها وقبضا الإسلام يعتد يعتد هنا قد يطلب منك المعنى فيقول يصرح يطالب ينادي يهتم بالطبع لابد أن نظلل الدائرة الخاصة بكلمة يهتم دعا الإسلام إلى حولية الإنسان وكرمته كيف استقبل الصحابة هذه الدعوة وما رأيك في موقفهم نقول إن بدا كثير من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق يفكون رقابا رقيق بشرائهم ثم اتقهم وتحريرهم وأرى أن موقف الصحابة يتفق مع ما دعا إليه الإسلام ويظهر مدى حبهم لهذا الدين الذي تغلغل في نفوسهم ولا يفرق بين سيد ومسود أجب عن ألف أو باء فتح الإسلام طرقا عديثا لتحليل العبيد حددها مبينا ما تعكسه من قصائص هذا الدين باء بما سمى الإنسان على سائل المخلوقات وما علاقة ذلك بتسخير الطبيعة لخدمته نقول سمى الإنسان باستخدام العقل وفق القيود عن روحه وعقله وهيأ الإسلام له حياة روحية وعقلية سامية وهيأ له حياة اجتماعية عادلة تقوم على الخير والبلري والتعاون ننتقل طبعا يا سف أما العلاقة فقد هيأ للإنسان استخدام عقله للتعرف على قوانين الطبيعة لتتم له السيطرة عليها وتوجيهها إلى ما فيه خيره ونفعه إلى هنا أعزائي الطلب والطالبات تنتهي هذه الحلقة مع خالص الدعاء لكم بالتفوق والإجابة السليمة عن جميع الأسئلة أترككم في نعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر